السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا بيكون عن النباتات الزهرية من كتاب ثالث ثانوي أحياء قبل ما أبدأ الفيديو الكل يشترك في القناة عشان يصلكم كل جديد وفي تحت رواوط التليجرام والتويتر والإنستجرام الكل يروح ينضاف عندهم بإذن الله درسنا هذا بيكون سهد جدا في أول فقرة هي الفقرة الأولى هي الفكرة ذائسية أول شيء نريد أن البذور والثمار في النباتات الزهرية متى تنمو؟ تنمو بعد الإخصاب هذه أول شغلة أن البذور والثمار في النباتات الزهرية تنمو بعد الإخصاب وهنا عندنا تعريف الهيكل الخلوي هو ألياف ألياف البروتين طويلة ورفيعة التي تشكل هيكل الخلية إذن تعريف الهيكل الخلوي ألياف بروتين طويلة رفيعة تشكل هيكل الخلية متعرف على دورة حياة النباتات الزهرية هذه كثير سهلة بس لازم نقسمها ونتبع مع بعض في عندنا كذا خطوة عشان نفسر لها طبعا هنا في كلام وكلها تحت على هيئة صور يعني لو أنت ما فهمت الكلام بتفهمي بالصور أول شيء عندنا تنقسم الخلية المتخصصة في البويضة هنا أول شيء عندنا خلية متخصصة هذه الخلية تنقسم انقساما منصفا إذن أول شيء عندنا خلية هذه الخلية تنقسم القصام منصف بعد ما تنقسم القصام منصف تنقسم إلى أربع هنا فتنتج أربع أبواغ كبيرة بعد ما تنتج أربع أبواغ كبيرة الخطوة الثالثة تحلل ثلاثة منها هذه الثالث خطوة ثم تنقسم النواة البوغة الكبيرة متبقية هي راحة ثلاثة إذن تبخصت واحدة كبيرة فالشي يصير فيها بعيدا عن النقير ثلاثة انقسامات متساوية هذه الثالث خطوة بعد ما تنمو هذه الكبيرة وتصبح مكوية من الخلية واحدا وداخلها ثماني النواة هنا لخصتلك يا في شرحي أول شيء عندنا خلية متخصصة هذه الخلية المتخصصة تنقسم إلى انقسام منصف إلى أربع أبواغ فتتحلل ثلاثة وتبقى واحدة وتبقى واحدة كبيرة وهذه الكبيرة تبعد عن النقير بعد ما هي التكبة تنقسم إلى أربع بعدين تتكون ثماني الكربلات سهل ثماني هنا عندي نواتان منها مركز تسميها النواتان القطبين هنا تتحول واحدة من النوات قرب فتحة النقير إلى البويضة وهنا لازم نعرف إن النباتات عندها 12 كروموسوم هذي مهمة جداً وهنا في الشكل نلاحظ إنه وينها النواتان القطبين هنا وهنا خلية ال هنا وهنا عندنا فتحة النقير إنها مشارح لك كل شيء وهنا عندنا طريقة ثانية لما تكون في المتك كمان لخصتلك إياها في شكل أسهل هنا المتك والخيط كيف تتكون حبة اللقاح تنقسم الخلايا متخصصة انغسام منصف بعدين تنتج أبواغ صغيرة تنقسم النواة كل بوغ بعدين عندنا هنا خضرية واتهنا سولية وهنا عندنا جدار سميك وتحتها جدار رقيق وهنا عندنا الإخصاب المزدوج إيش يكون؟ عندنا نواة ذكرية واحد ونواة ذكرية الثنتين هنا النواة الذكرية الواحدة زائد البيضة الواحدة تساوي لنا اللاقحة الطور البوغي جديد هذي اكتبيها عندك عشان تسهل عليك الحفظ ثاني شي عندنا هنا نواة مركزية الثانية زائد هنا القطبيتين تساوي لنا نسيج الاندورسيوم هنا 5N وهذه هنا مهمة جدا عندنا حبة اللقاح كيف يكون شكل لها ارسميها عندك وهنا الحط الخضرية وهنا التناسلية وهنا الجدار السميك وهنا الجدار الرقيق وهنا لما يكون عندنا عمليتين اخصاب فيه بويضة النباتات الزهرية اش نسميها باخصاب مزدوجا ننتقل الى نتائج التكاثر هنا يقول ان الاخصاب المزدوج اش يطلع منها يطلع انسجة ثلاثية المجموعة الكروموسيمية وهنا عندنا الاندوسوريوم عفوا هنا نقسمها عشان نعرف ننفضها اسهل طيب الاندوسبيرم الاندوسبيرم هي نواة ذات فلقة واحدة فقط ومكون اساسي للبدرة اذا الاندوسبيرم هي ذوات فلقة واحدة هذا اول شيء نعرفها عن الاندوسبيرم ثاني شيء انها المكون اساسي لهذه البدرة وهنا ذوات الفلقتين تنتص الفلقتان معظم نسيج الاندوسيوم في اثناء النضج البدرة هنا اثناء النضج يصير هذا الفعل وهنا بنعرف تعريف الغلاف البدرة نعرف ان هي تتصلب طبقات الخارجية واللبويضة وتشكل نسيجا واقيا وهو يسمى الغلاف البدرة هنا عندنا امثلة للازهار والثمار اول شيء ثمار لحمية بسيطة هذا اول شيء ثاني شيء ثمار هنا ثاني شيء هذه مجمع ملتحمة ثمار مركبة الثالثة والجافة الرابعة هنا مثال عليها الخوخ وهنا مثال عليها الفراولة وهنا عند المركبة الاناناس اما عند الجافة تكون القرون وهنا الثمار اللي تجذب هذه الحيوانات اليها تستطيع ان تنطق البذورها مسافات ابعد عن نبات الام لان يمكن تلتصق به الحيوان هنا يمكن ان تدفونها او تخزنها او لا تأكلها حسب يعني وهنا هنا الطريقة يعني مضرورية النبات الانبات البذور هنا تسمى عملية بدء نمو الجديد جنين يعني يسمى الانبات وعندنا عوامل تؤثر فيها وهي الماء والاكسجين ودرجة الحرارة اذا اذا قلت لك اش هي العوامل التي تؤثر في الانبات نقول الماء والاكسجين ودرجة الحرارة هنا عندنا تعرفين الجدير والسوقية ذات الفلقية هنا الجزء الاول من الجنين يظهر خارجا نسمي بهذه الطريقة اما الثاني الساقل اقرب الى البذرة هي زوقية تحت الفلقية وهنا هي الفترة التي لا يوجد فيها نمو اطلاقا هي الكمون